فيديو اليوم رح يكون إجابة على سؤالين كان في التعليقات الخاصة بالفيديو الماضي حبيت أني نجاوب عليهم هكذا على شكل فيديو لأنه السؤال الأول يعني ما نقدرش نجاوب عليه كتابياً ربما هذا الشيء يلخبط صاحبة السؤال وأيضاً يعني من الأحسن أنه يكون هكذا جماعي أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو بسيط جداً رح نجاوب عليه أيضاً مرابا لار نصصة نزار كتش لار ومر مئيس نزدير قبل ما نبدأ في الدرس حبيت أنشارك معكم قناة ألعاب رائعة لمحبي الألعاب يشارك معكم يعني ساحب القناة يشارك معكم أخبار الألعاب الجديدة وألعاب حصرية مثل Dying Light 2, Settlement Survival إلى آخره فروحوا شوفوا القناة والدعم صاحبها لأنه فيديوهات متعوب عليها جداً وحبيت أيضاً أنه نشكركم على جميع تعليقاتكم الرائعة والمحفزة وهي اللي راي تخليني نتحفز أكثر حتى نقدم لكم المزيد من الدرس إذن والآن رح نجاوبه على أول تعليق أو على أول سؤال في البداية نشكرك إنجي على هذا التعليق الرائع شكراً جزيلاً أما بالنسبة للنفرة الثاني فلازم نقول الجملة كاملة حتى نقدر نشرحها لك كامل ومن بعد مع الشرح رح تفهمي لماذا فالجملة كانت باندان نفرة الثاني سؤال دي أولاً حبيتي إنه نوضحه لواحق الفعل الفعل هو نفرة مك تمام؟ نفرة مك لهو الكرة رح نشرح كامل التفاصيل على بالي كان أشياء تعرفوها ولكن كان ربما آخرين لنتو مرجيكم تفاصيل صغيرة وغير مهمة الناس أخرى ما يعرفوهاش لهذا رح نشرح كامل التفاصيل فالنفرة أتمك هو الكرة وهذا الفعل هو مركب يعني عندي نفرة وعندي الفعل المساعد أتمك كان أشخاص اللي لما يلقاه هكذا فعل مركب يظنوا أنه كل كلمة تترجم وحدها يعني نفرة وحدة وأتمك وحدها وهذا خاطئ يعني يقولك أنه نفرة الكره أتمك يقوم يعني أتمك هو فعل مساعد فنفرة أتمك عنده كلمة واحدة ترجمة واحدة اللي هي الكره والآن رح نتكلم عن اللاحقة دك هذا اللاحقة كاللي عرفوها باللاحقة دك أو اللاحقة د أو صيغة الصيلة أو لاحقة الصيلة كل واحده كيفاش يقولها ولكن هذا اللاحقة هي ليست اللاحقة د لأنه يعني هذه كلمة تغير إليه ومشقه رح نزيد لها إضافات هذه الإضافات هي اللي تخليها تغير ولكن اللاحقة أصل اللاحقة هو دك أما بالنسبة لمعنى هذا اللاحقة لو كان دخلتوا الفيديو الخاص بهذا اللاحقة كنتوا رح تفهموا كامل التفاصيل اللي تخصها وكنت شاركت معكم الرابط الخاص به ورح نشاركه معكم أيضا في هذا الفيديو يعني حتى تعرفوا على تفاصيل أكثر رح يظهر لكم الرابط الآن في الشاشة ورح تلقاهه في الديسكريبشن بوكس أما بالنسبة لمعناها فهو الذي التي أن وطبعا التفاصيل الخاصة كامل بهذا الدرس رح تلقوها في الفيديو اللي خليت لكم حنا طبعا نعرفوا أنه كل ما نريد تصريب فعل أو نريد إضافة لاحقة إلى الفعل لازم ندو فقط جذر الفعل فرح يكون عندي نفرة أت تمام؟ وطبعا الفعل المساعد هو اللي رح نزيدوله اللاحقة بعد ما وضحت جذر الفعل الآن رح نزيده اللاحقة دك بعد اللاحقة دك رح نضع لاحقة الضمير وهنا كنا تكلمنا عن الضمير أو يعني هو أو هي لهذا ضفنا حرف صوتي رباعي فقط إذن طريقة التركيب تكون جذر الفعل زائد لاحقة دك زائد لاحقة الضمير بالنسبة للاحقة دك نستخدمه فيها التوافق الصوتي الرباعي يعني تغير على حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي دك ديك دوك جوك وهنا بما أنه جذر الفعل أت في حرف صوتي أ فرح نتبع التوافق الصوتي الرباعي يعطيني حرف إ فرح يكون عندي ديك وبما أنه أيضا جذر الفعل كمل بحرف ت فاللاحقة ديك رح تتغير إلى تيك لأنه عندي ت فرح نتبق قاعدة في استكتشاب وبعدها مباشرة وضعنا لاحقة الضمير أو وهي عبارة عن حرف صوتي الرباعي وأتت مباشرة بعد حرف ك في هذا الحالة رح نتبق قاعدة كتشاب فتتحول الكي إلى يوم شكي فيصبح الذي يكرهه نفرة تي تمام ولكن احنا كانت عنا جملة باندان نفرة تي ني سويلة دي وبعد ما شفنا طريقة تركيب نفرة مك مع يعني نفرة أت مع اللاحقة ديك وصرفناها مع الضمير أو الآن رح نشوفوا من وين جبناها ديك حرف ني والحرف إي لماذا أضفناه؟ الجملة تقول باندان نفرة التيني سويلة دي ني سويلة دي ماذا قال؟ قال أنه يكرهني باندان نفرة التيني يكره من؟ يكرهني أنا فهنا تصلت لاحقة المفعول به بصيغة الصلاة أو باللاحقة ديك فكان عندي جذر الفعل زائد لاحقة ديك زائد لاحقة الضمير أو من بعد هذك حرف ني هو حرف حماية ما بين لاحقة الضمير أو ولاحقة المفعول به فتصبح باندان نفرة التيني سويلة دي إذن كانت هذه الإجابة على سؤالك نتمنى أنه وصلت الفكرة والآن نروحوا لسؤال ألي قال لك أنه أظن هناك خطأ في الكتابة قيديب باردي هي الصحيحة وقيديب بارديم اللي وضحتها في الفيديو هي الخاطئة رح نعطيكم الجملة كاملة قيديب بارديم سر ديار كظنط مش يعني راح توقلت السر اللي اعتطولها للفتاة الأخرى هذا الجملة هي اللي كنت شاركتها معكم وهي صحيحة لماذا؟ قل لك بارديم سر بارديم يعني أنا اللي اعطيت لها السر السر التاعي أنا أنا اللي اعطيت لها بارديم سر تمام؟ ديار كظنط مش لو كانوا قولوا جديب بارديي سر ديار كظنط مش تصبح تصبح ذهبت واعطت السر الذي اعطتها اياه للفتاة الأخرى وأنا في الجملة ترجمتها على أساس بان يعني أنا التي اعطيت فارديم هي صحيحة وبالنسبة لفاردي تقال عنها أو عنه تمام؟ هو الذي اعطى أو هي التي اعطت كانت هذه هي الإجابة على أسئلتكم نتمنى أنكم وصلتكم الفكرة ما تنسوش أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة وطبعا فعلوها لخيار جميع الإشعارات وما تنسوش اللايك إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه كوروش ماكوزيري